السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام كنتمنى من الله كل شي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة في البديد الفيديو كما تشوفوا بالزاف ديال الناس سوف نقول لهم احنا رح نتواجدوا في دوار بن المكي ولكن من خلال الدخلة ديال المحال فكنتبان الصورة وكأننا داخلي لشي فيلا من خلال الدخلة اركزوا معي مزيان اركزوا معي مزيان حنا الان كنتواجدوا في المحال ديال الخيجة بن عيسى بن طيب بن جلالي بناءة اللي كنت تعتبر من اكبر البنايات في دوار بن المكي وكما تشوفوا معنا هنا النخل والشجر ومجموعة من الاشجار عندنا مجموعة بيوتا والبنية تبارك الله الرئيسية فقدم دخلوا لها ونكتشفوا الامور كيفا جديرها كما تشوفوا معنا الان من قلب المنزل هنا كما تشوفوا معنا تبارك الله الجمالي فنغلقوا بحال دليشو هذا ربما النفسية ديال الاصار ديال افراد قيش الودايا الله اللي عالم بيهم ربما كما بغي يكون التعويد ما غاديش يعوض ذاك الجو وذاك الأجواء اللي كانوا عايشين فيها لأن كما كنتشوفوا معنا واحد الجو رائع هنا يا الجردة شجر تساع التهوية البيوتة غيحوا الباب ودفعوا سكنوا الله يصخر موجود الخير فكانت منه وكانت منه ومن الله بحكم أنه كان واحد تجاوب إيجابي من الساكنة دي الأفراد قيش لو دايا مع السلطات المحلية لا من ناحية العبار لا من ناحية ديالة الهدم فاشفنا عملية لهدم انطلقاش في مجموعة من نقاط فكنشوفوا كذلك هاد النقطة هنا كما كتوضح الصورة وغادي الرجوع معاكم مباشرة وغادي الرجوع معاكم مباشرة إن شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا متشتبعينا الكرام حتى الباب اللي خرجنا منه مباشرة المساحة كاملة تابعا البنائي اللي احنا داخلين لها وغادي نستمروا معاكم لأن باقي البنائي كبيرة لداخل كين الشجار كين سطح كين بزادي الحويجات اللي صراحة مني كن هدرو على البراكة كلام ومني كن هدرو على النازل لأفراد القيش الوداية كلام آخر مني كنقول أنا من أفراد قيش الوداية فصراحة كن هدرو على المساحة كن هدرو على البيوتة كن هدرو على الشجر كن هدرو على الخيل كن هدرو على مجموعة من الأمور فالناس كتتوفر فيها الأمور كاملة اللهم مبارك فكما كتشوفوا معنا هذه الأجواء هذه الصور الحصر إياه فكما تشوفوا معنا سندخلون أعطيكم صورة خفيفة فتبارك الله أرشون بعد ذلك ندخل هنا كنتلف أنتم الحسبوه البيبان بلا ما ندخل الحويجة داخلين فمباشرة سنخرج معكم للبناية الآخرة هنا باب آخر كما تشوفوا معنا تبارك الله أنتم الإخوان تبارك الله الله يصخر الأمور هنا سطح الفوق كما تشوفوا معنا باقي ما طلعناش الفوق ندخلوا الداخل بسم الله وحنا داخلين المنزل دي الخيجة بن عيسى بن طيب بن جلالي كما كنتشوفوا معنا دائما وحنا في الجانبات ديال منزيل ديال الخيجة بن عيسى بن طيب بن جلالي كنشوفوا الشيظر ديالكرم في الجانبات وفي هذه اللحظات وانتم تشوفوا الجمالية والصورة كيفاش ديلة الداخل وفي هذه اللحظات سنتخلوا معكم المنزيل ومنزيل اليو طلعناه فيه الشباب وكبروا كين اللي خرش ايطار وليس سهل اللي يمشع وكين اللي بقي يقلب على رزقه وكين كل واحده رزقه هنا كن هضروا على واحد دار اللي تزادوا فيه ولداته وكبروا كين الناس اللي عاشوا احلام هنا عاشوا امورات كتيرة هنا يا فغدي تصبح من الزمن الجميل من ذكريات الماضي فانت من نوم الله الله يعوض بمحسن انت من نوم الله الله يعوض بمحسن لأنه ماشي من السهل واحد البلاصة اللي كبرتي فيها وطرع رعتي فيها بينلي لو نهار غتلقى راسك خصك تهدمها فكنت من نوم من السلطات المحلية في اطار تجاوب الايجابي ديال الساكنة ديالافراد قيشلو دايا حتى السلطات تسرع الامور المتعلقة بالتعويضات باش الناس تعرف شنو غتدير خصوصا اغلب الاصار غدي تخرج تكري كي الناس اللي يلقوا فين غيمشي وكي الناس اللي غتخرج تكري فالكرا كنعرفوا الكرا ما بقاش شو تبارك الله غيل قلصة في الصالون الله مبارك فكما كتشوفوا معانا تهوية الامور يا سلام فكنت من نوم من الله الامور تسرع شي شوي لانكي الناس يقلبوا على الكرا ارى ما لقاوش كما كتشوفوا معانا تبارك الله الناس راشوف يباش عرفوا حد نقطة الاخوان الناس وجدوا راسهم تبعوا التعليمات دير سيدنا الله ينصروا يعني الامور غادي الحمد لله في اطار التنمية دين المدينة والنهض بمدن بجميع ربوع المملكة فكنت من نوم الله كذلك ان السلطات المحلية تسرع الواتيرة دي التعويضات ان شاء الله وتكون الامور فاقرب الاجهة تكون مزيلا ان شاء الله كما كتشوفوا معانا دائما متشتبعين الكرام وحنا مازال معاكم في الدار ديال خيجة بن عيسى بن طيب بن جلالي فهدي الاجواء وغدا نطلع معاكم الاسطح كما كتشوفوا معانا تبارك الله مرحبا اخويا مرحبا ومرحبا الله مذارك اللي عرفهم يسلم عليهم هالا اخوان كما كتشوفوا طلعنا الاسطح دابع نشوفوا واحد النظرة من اسطح من الفوق كما كتشوفوا معانا دائما فاTeلالそれ لم ين اللهم بارك يسخر الامور نتمينهم نتمينهم للخير والتسير لافرد الافراد بدأ الوذاء نتمينهم للتسير نتمينهم للامور ان делают الصور الحصرية وكما تشوفوا الآن كنت واجدوا في الجانبات المدرسة الموحدين طريق علال بن عبد الله وهذا هو السطح كما تشوفوا معنا تبارك الله مني كان قولوا السطح على السطح ذلك الشي اللي شفتوا لتح تشوفوا الفوق الناس هنا كما تشوفوا وحافظوا على الأمور كيف معي مدخلوا بشي أمور اللي هي سلبية اللي غادت يعني ترجع عليهم بشي أمور اللي مشي إياديك فأنتمنهم الله الخير وتسير والله يسهل على الجامع ليسهل الأفراد قيش الوداية وليسهل احتعلى الناس اللي في البراكة قاطيني دور الصافح بمدينة تمارة وفي جميع ربع المملكة إلى هنا متتبعين الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته